يستند الاقتصاد الوطني على جملة من الدعائم التي تعاون على النهوض والنمو بذاته ليكون قادرا على مجارات مستجدات العصر الحديث بالشكل الذي يحفظ له مكانته على خارطة كبرى اقتصاديات العالم المتنوعة هذا ويعتبر برنامج الدعم الخليجي الذي يقف كأحد الدعمات التي تدفع بالقطاع الاقتصادي نحو الأمام بالإضافة إلى ما يمثله من ركيزة أساسية أخرى تتمثل بالعوائد الإيجابية الآتية من حجم الشراكة الفاعلة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لن تزل قدم الاقتصاد الوطني بعد ثبوتها خصوصا إن جاءت الدعائم لركائز بنيانه مجتمعة بالشكل الذي يمنحه الخوض في التجارب الناجحة بعيدا عن أي اعتلالات قد تحط على جسده المنتش أصلا إسقاط المعنى يراد به الإشارة إلى جملة المزايا الرئيسية التي تقف مساندة لركب العديد من المجالات الاقتصادية التي تستمد عافيتها من المخزون الوفير لأسباب عقدة الخيرة في نواصل عديد من الأمور الدعم الخليجي يأتي كأحد تلك النقاط البارزة فهو لطالما كان ماثلا أمام طموحات البحرين في التطور والنماء من باب حجم التسهيلات المالية الآتية من منظومة الشقيقات إلى الأخت الصغرى في التعاون لتستعيد عافيتها من بعد أحداث أصبحت من الماضي ولن تعود سبعة مليارات ونصف المليار دولار هي قيمة الدعم الذي سارعت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة إضافة إلى دولة الكويت تقديمه إلى البحرين دعم مالي قسم على مدى عشر سنوات ابتداء من العام 2011 وانتهاء بسنة 2021 يخصص لتمويل مشروعات تنموية تحددها الحكومة من ضمن المشروعات المدرجة في بند مصروفات المشاريع في الميزانية كمشروعات الإسكان والطرق والمدارس والمستشفيات والمراكز الصحية لا شك بأن قضية الدعم الخليجي المالي خلق نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمات المقدمة للمواطن البحريني وخاصة في مجال الخدمات الإسكانية وقضايا البنية التحتية التي تمثل تحفيز كامل للاستثمار وجذب الاستثمارات الخارجية سوى كانت محلية أو وافدة أيضا هذا معشر يؤكد لنا قضيتين أساسيتين القضية الأولى وهي قضية التعاون الخليجي وقضية أخرى تتعلق بأهمية أو كيفية هذا الإنفاق يجب أن يكون ذو ترشيد ونضج في الإنفاق وإذا ما أردنا تسليط الضوء على التبعات الإيجابية وحتى الأهداف التي تنوي إتمامها الرؤية الاقتصادية للمملكة عشرين ثلاثين نجد أن القطاع الخاص يقف بدوره الريادي كجسر معلق يمنح الرؤية فرصة الوصول إلى أهدافها من أوسع الطرق وأقصرها كحفز النمو الاقتصادي من خلال تحسين الإنتاجية وتطوير المهارات وتنويع الاقتصاد بالتركيز على القطاعات الحالية ذات الإمكانيات العالية بالشكل الذي ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني وبالتالي ضمان الحياة الفضلة للمواطنين الدولة تخطط وتوضع السياسات وتوضع الاستراتيجيات والقطاع الخاص يقوم في الاقتصاد الحر يقوم القطاع الخاص بالاستثمار وبإنشاء المؤسسات وعلى ذلك هناك أيضا دور للقطاع العام يتمثل في تشجيع القطاع الخاص على القيام بدوره الفعال خلاصة القول هناك دور فعال للقطاع الخاص ويجب أن تفعل الحكومة هذا القطاع الخاص بالشراكة الفعالة ما بينه الأمر يستدعي توثيق صلة الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي على أوسع نطاق اعتمادا على مبادئ الرؤية الأساسية الثلاثة التي يجمع عليها الطرفان والتي تتلخص في العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والتنافسية وزيادة الانتاجية فضلا عن الاستدامة والانتقال بالاقتصاد الوطني نحو الديناميكية وتقليل الاعتماد على النفط وذلك لن يتأتى الا اذا تم تهيئة الظروف والشروط المتعلقة بتطوير برامج التعليم والتدريب ورفع مستوى انتاجية القطاع الخاص وتعزيز ثقافة العمل وتحمل المسؤولية للعامل البحريني لتلفزيون البحرين محمد الشيدات